هذا الفيديو قد يجعل دونالد ترامب يخسر رئاسة الولايات المتحدة تولد ترامب رئاسة واحدة من أكبر دول العالم حالياً ولكن هناك الكثير من الجدل والاختلاف حوله والتي لم تختفي بعض بل زاد الأمر ونشاط بعض الأشياء المثيرة حوله بسبب شغف الصحفيين في معرفتها وكشف حياته لذا في هذا الفيديو سجعلك على علم ببعض الأشياء حول دونالد ترامب وحياته يعد ملف الهجرة واحدة من المواضيع التي قد تناولها أثناء حملته الانتخابية والتي قد رفضها دونالد ترامب بشدة أيوضاً عن هذا فإن أسلوبه وسلوكه أثناء الحديث قد جعل الكثيرين من مواطني الولايات المتحدة ينتخبوه على الرغم من أفعاله وإشاراته الغير مقبولة وتعد فكرة بناء سور بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية واحدة من الأشياء التي قد دفعت الجميع إلى التصويت له وذلك لكي يقضو على الهجرة الغير شرعية ولكن ما يخفيه دونالد ترامب سر عجيب فلك أن تعلم أن دونالد ترامب من أصل عائلة مهاجرة ولكن بسبب نفي الكثيرين تكاهنها بأنه يصعب معرفة أصل شجرة العائلة فإليكم الدليل القاطع فأم دونالد ترامب اسمها ماري أن ماكوليد وقد ولدت في اسكتلندا وإنه شيء مثير للدهشة أن يحارب الهجرة وأمه من أصل اسكتلندي ولكن هنا لا ينتهي كل شيء فلك أن تعرف أيضا أن المليونير دونالد ترامب قد شيد برج ترامب الشهير عبر التعاقدي مع أشخاص غير موثوقين أي مهاجرين هجرة غير شرعية وعلى الرغم من أنه ينفي هذا كثيرا ألا أن هناك الكثير من الشهود على هذا بل أن هناك شهودا قد أثبتت هذا لأنها كانت تعمل في نفس البرج هذا ليس كل ما أملك بشأن فضاح ترامب هذه ليست إلا بداية شيء آخر أثار الكثير وهو طريقة حديث ترامب عن النساء فالبعض يظن أنه معادل للمرأة وضد حقوقها وللإثبات حدث أنه مرة ما انتهك حقوق زوجته وأساءلها ولكن لحظة المواجهة نفى هذا وقال أن الزوجات لا يمكن أن تعترض على انتهاك من قبل زوجها والقانون لا يسمح بهذا ولكننا كلنا نعرف أن كل ما يقوله هورا وجهة النظر الجميلة التي كونها الناس عن ترامب لا تكون إلا بواسطة التلاعب بوسائل الإعلام وذلك عبر الدعم المادي لهم لكنه مستغل إلى أكثر الحدود مثال واضح على هذا رامب يونيفرسيتي وهي جامعة قامت بنصب على الكثير من الأشخاص عبر يعطائهم برامج تأهليات تهدف إلى تعليم الأشخاص كيف يصبحون أصحاب الملايين ألا أنه هو من حقق الملايين فقد كان عداد الطلاب في المرحلة الأولى كبير وكل منهم يدفع 35 ألف دولار وكانوا يعملون بطلقي محتوى جيد يناسب سعره ألا أن المحتوى كان رديء ولم يكمل ولهذا فإن المدعى العام في نيويورك إلى يومنا هذا ما زال يبحث في هذه القضية وأيضا هناك العديد من الأسرار التي تخص مؤسسة دونالد تراب فوشان جيبي التي كان يتغلس منها مالا ويجعل الآخرين يساهمون فيها بالعديد من الأسهم لكي يصبح هو في النهاية من ينفق المال من جيبه للخير وقد حقق نزواته على حساب غيره فهو لم يساهم فيها بأي سنت منذ 2008 بل قد أخذ 25 ألف دولار منها وفي حالة غريبة قد ربحت المؤسسة 100 ألف دولار ليست على إثر المساعدات الخيرية بل للمشاركة في الأعمال السياسية بالطبع أنت الآن تتساءل كيف يمكن لشخص بهذه الصفات أن يصل إلى كل هذا النجاح حسناً يبدو أنه مدين لشخص ما بالكثير النجاح الاقتصادي الذي يدعيه عبر تصريحاته أنه قد جان المال بمجهوده وذكائه ليس صحيحاً فترامب قد ولد وفي فمه ملعقة من الذهب فقد ورث عنابه الكثير ومن جده الدونالد الكثير من المال والذي قد مهد به أبوه الطريق له لكي يزيد ثروته ولكن ما ستتعرف عليه مثير للضحك جداً بالطبع الرئيس الحقيقي هو الذي يختار حديثه ويفرق بين القضايا الحقيقية والقضايا التي تقال سخرية على الإنترنت فقد صدق ترامب بعضاً منها مثل أن أوباما ولد خارج الولايات المتحدة وأن التغير المناخي هي لعبة من الصين لتهدم اقتصاد الولايات المتحدة يبدو أن العواقب التي ستأتي عاجلاً أم عاجلاً كبيرة ولن تكون صغيرة إذا عجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو بين الأصدقاء إلى اللقاء إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناة جميع الحقوق محفوظة لدى قنواتها التعلم ترجمة نانسي قنقر